لفتت دورة تانية سنوية في الصين هذا العام انتباه المجتمع الدولي كما اهتمت كبار الشخصيات والاكاديميون الاجانب بالسياسات والمبادرات الهمة التي سيتم اطلاقها في الصين حيث ان الانجازات التي حققتها الصين تعتبر مهمة للعالم ككل وان تجربة التنمية في الصين تستحق التعلم منها قال السياسيون والخبراء الاجانب ان افكار الشي جينبين لحكم البلاد تشير الى الاتجاه المستقبلي للصين وان الصين ستستمر في توفير قوة دافعة جديدة للعالم في عصر جديد ويتطلع السياسيون والخبراء الى ان تجلبت تنمية الصينية المزيد من الاستقرار الى الوضع الدولي القى الرئيس الصيني ايضا في هذا واكد على قضية انه الى الصين ستستخدم او هي تمشي على اشتراكية ذات خصائص صينية يعني لها خصائص معينة لها سياسة معينة لها جانب معين هذا الدورة القادمة الاهمية جدا تأتي في مرحلة حاسمة من المراحل التي تتمر فيها جمهورية الصين الشعبية في هذه الفترة سوى في علاقتها في البناء الداخلي او في البناء الخارجي ان كيادة الرئيس الشيء وكيادة الحزب الشعي السيني هي كيادة حكيمة وتخطط للآفاك البعيدة وتستعيد للمستقبل فلا يمكن حكم دولة كبيرة مثل الصين من دون حكمة او رؤية لتعامل مع المشاكل المختلفة بلونا نأمل ان تستمر الصين في تمياتها وان تكون دولة قوية ومستخرة لان تميات الصين ستؤثر على العالم كله من جانبه قال بول ساروما مراسل صحيفة كوريري ديلا سيرا الايطالية ان تجربة التنمية في الصين تستحق ان تتعلم منها العديد من البلدان حيث تهدف افكار شي جينبين بحكم البلاد الى حل المشاكل الواقعية خلال عملية التنمية في الصين فهي ليست قادرة على توحيد الشعب بشكل شامل فحسب بل ستحافظ على العمل المنسق في كل المجالات وبين الحكومة المركزية والحكومات المحلية على جميع المستويات مما يحاقق التقدم بشكل جيد تعتبر الصين دولة تمتلك وضعا خاصا كما انها دولة ذات مساحة كبيرة لذلك تحتاج الى الحفاظ على تماسكها وتحتاج الى نظرة بعيدة ورؤية واضحة اعتقد ان رئيسه لديه مثل هذه الرؤية تحت قيادة رئيس الشيلي الصيني تشهد عمليات تحديث الاشتراكي تحسن مستمرا فلابد ان العالم في القرن الواحد وشرين سيشهد صينا جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر